استقبل حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني حيث الطلع سموه على أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمزمع عقدها في المملكة البحرين الشقيقة الشهر الجاري كما استقبل سموه رعو الله بقصر بيان ظهر اليوم معالي نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والمبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وذلك بمناسبة زيارته للبلاد حضر المقابلتين نائب وزير شؤون الدوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح بعثة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ترجمة نانسي قنقر